اشتركوا في القناة دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على جلالة الملك المعظم وهو ينعم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكتنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أعرب جلالته فيها عن خالص تقديره وعميق شكره لسموه سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية